ايه سبب العداء ما بين فاتن حمامة وسناء جميل دور نفيسة في المبداية ونهاية فاكرينه كان معروض في الاول على فاتن حمامة بس فاتن حمامة رفضته قالت ان الدور ده ما يلقش بيها ووصفته بانه وحش المغرج صلاح ابو سيف جاب سناء جميل مكانها وعملت الدور حلو قوي ومن هنا بدأت بينهم المعركة صلاح ابو سيف طلع بعدها وصرح وقال انه فرح ان فاتن حمامة اعتذرت لانها كانت سبب في انه استعام بالمتوهجة سناء جميل بحسب وصفه جايز الكلام ده هو كان سبب في زيارة العدوة بينهم واللي فضلت تزيد وتزيد لحد ما بقت فاتن بتستبعد سناء جميل من كل اعمالها وعلى فكرة مرة سناء جميل اتسألت عن الموضوع ده بشكل واضح في القاة تلفزيوني قديم فقالت كل اللي حصل وقالت كمان بشكل واضح برضو انها بتحبش فاتن حمامة ابدا